سؤال واحد كتبه بالانجليزي يعني الكلام طبي قوي بس ترجمته هو بيسأل ليه ليه الكنيسة ما بتوافقش على الموت الرحيم يعني واحد عيان عنده مثلا مرض والمرض ده هوبليس كيس والدكاترة قالوا ان هو هيتنيح كمان سنة مثلا يعني قالوا قدامه سنة هو بيدرس في امريكا والسؤال كتبه بالانجليزي فبيقول انا كنت كناسيا وروحيا مش موافق ان احنا نموت واحد بادينا لكن لما درست طب ولقيت ان في بعض الولايات وبعض الحكومات في بعض الدول بتسمح بكده وهو رغبته انه عاوز يتخلص من حياته طب ما نساعده اذا كان كده كده النهاية محتومة وهيقعد سنة يتقلم طيب ما ايه يعني يعني نريحه وبيسأل سؤال تاني ان في حاجة تانية دي كنت اول مرة اسمع عنها ان في حاجة اسمها خفض وعي المرضى من اجل تخفيف يعني حطوهم في حاجة شبه غيبوبة يعني يدولوا درج او مخدر بدرجة عالية بحس انه يبقى تقريبا في اللا وعي يعني يمدروخ كده بس ما حسش بالقلم وبيقولوا دي طريقة تانية بس عبها ان مع الوقت برضو بيموت لانه ما بيكونش بياكل بيشتغل على شوية سوائل فالاملح بتقل والتغذية الطبيعية بتقل فبيموت مع الوقت بس بيعود له ست سبعة شهر فايه رأي الكنيسة في الاتنين دولة بصفة عامة الكنيسة مش موافقة على الموت الرحيم ده بصفة عامة نمرة اتنين مش تسأل ابونا جاوبك اجابة زي كده احنا عدين حاجة اسمها مجموع مقدس والمجموع مقدس بياخد القرارات الحاجة المصرية دي عشان بيبقاش كل كاهن وهواه او كل ابو اسقف وهواه الحاجة التالتة لو انت سمعني او بتسمع الاجابة انصحك انك تتواصل مع اتنين نيافة الانبا سارابيون في كاليفورنيا موتران كاليفورنيا ونيافة الانبا يوسف اسقف تيكسس اللي هو جنوب امريكا اللي اتنين دولة كانوا اطباء اللي اتنين دولة دارسين كويس قوي اللي اتنين دولة الحقيقة انا بعتز باجاباتهم وقراءهم اللي بيجاوبوها في المواضيع المشابهة بالشكل ده وبما انك انت عايش في الخارج وبتدرس طب اعتقد التواصل بالترمينولوجي الطبي معاهم هيكون اسهل بكتير قوي